بقر الصبح عايز يدفع الفلوس هيروح في الطاقة حساب مفهول احنا مش هنحرج لوحدنا اللي قاله امير مرتضى منصور مبارح لا يمكن يعدي بالساهل ابدا لازم كل الزمال الكوية يعرفوه اوله اللي قاله عن كهرباء واللي هيحصل معاه لو راح دفع الغرامة واهم مما فيه الاسلوب لوزارة الشباب والرياضة ابتتعامل بيه مع الزمالك اه اللي قاله امير مرتضى منصور بالزبط وازاي النادي الاهلي يعرف بصفقات الزمالك اللي كان شغل فيها كل دو اكتر هنعرفو مع بعض في الفيديو ده مبارح كان فيه مؤتمر كبير لمرتضى منصور وابنائه في نادي الزمالك خلال المؤتمر تم الكشف عن كل اللي كان بيحصل مع النادي خلال الفترة اللي فاتت وكمان كواليس الازمات اللي مر بيها ومهم جدا محب النادي وعشاقه يعرفو كويس اوي ايه اللي حصل امير كان مع والده المستشار مرتضى منصور امبارح في مؤتمر نادي الزمالك وزي ما تقولوا كده المؤتمر ده كان كشف حساب لمرتضى وابنه عن كل اللي جرى معاهم وعملوه في النادي الفترة اللي فاتت اول كلام امير كان عن صفقة عبدالله السعيد اللي كان شغلين فيها سنة 2017 ووقتها وعلى حسب كلامه ما كانش حد نهائي يعرف بالصفقة دي وكانوا مجهزين فلوس التعاقد مع اللاعب والامور تمام التمام لحد ما جات لجنة من وزارة الشباب والرياضة للتفتيش عن اموال النادي وقتها الوزارة عرفت بصفقة عبدالله السعيد وبعدها على طول الخبر وصل للنادي الاهلي بيلمح يعني ان معرفة الاهلي بالصفقة جه عن طريق وزارة الشباب والرياضة بعيدا عن ازمة عبدالله السعيد كان فيه ازمة تانية في النادي ازمة خاصة بعقود اللاعبين اللي قال ان عقودهم زادت مرة واحدة من 13 مليون جنيه ل72 مليون جنيه كانت عقود فرجاني ساسي وبن شرقي اللي الجماهير كانت حباهم جدا لكن ظروف النادي المادية لم تسمح وظروف النادي دي كانت سيئة جدا عن عمد جهة ما كانت شجالة ضد النادي وبتخرب فيه وده كان عن قصد بس ما قالش بالضبط مين الجهة دي بسبب اللي حصل ده امير قال لولده المستشار مرتضى منصور ان هو عاوز يمشي ويسيب النادي بعد مباراة الكاس الشهيرة لان اللاعبين كانوا بدأوا يبصوا البعض في الرواتب والدنيا كانت ماشية في سكة الخراب بس والده المستشار مرتضى منصور رفض طلبه وقال له لأه لازم نكمل ونفوز بالدوري اللي هم بالفعل في هزو بيه وقتها رغم كل العبس الكروي اللي كان بيحصل في الكرة المصرية وقتها وده على كلام امير يعني مش كلامنا الاكتر من كده واللي زعى الامير قوي وحزف نفسيته ان في بعض الجماهير قالت عليه ان هو بيشرب واترفض كمان من كلية الشرطة وعار على نادي الزمالك هو سكت ومرضاش ان هو يرد احتراما لنادي الزمالك العظيم واسمه قيمته هو بس طلب لتاني مرة من والده ان هو يمشي بس برضو المستشار مرتضى منصور ما ريضيش بكده كشف ان اللاعبين بيسألوا بعض وبصوا لبعض في المرتبات وكان سبب في تخريب الفريق في وسط المؤتمر مبارح امير انفعل جدا وقال نصا مرتضى منصور سخرنا كأننا خدمين في نادي الزمالك والدي كان في الحبس وانا كنت بحضر التدريبات والمباريات ولم اشتكي لكن لكل انسان طاقة مرتضى منصور عمره ما كان هادي او كيوت الكل عارف طبعه هو كان بيحارب علشان النادي وعمره ما دخل في صراع شخصي وما فيش خناقة الا علشان نادي الزمالك واصد وزير الشباب والرياضة لما قاله خد بالك نادي الزمالك مش نادي صغير او نادي شركة ده نادي ليه تاريخ وتاريخه ده اكبر من مرتضى منصور وغيره لما حيعني ان وزير الشباب والرياضة بيستقلب نادي الزمالك في النهاية ختم امير كلامه بانه مش عارف يدفع مستحقات المدير الفن الجديد للنادي ولو بكرة الصبح كابتن كهرباء حاب يدفع الغرامة اللي عليه للنادي هيلاقي الحساب الخاص بالنادي مقفول